اجتمعت البعثة البحرينية المشاركة في المؤتمر العالمي للمناخ بباريس ببقية الوفود العربية وذلك في إطار المجموعة التفاوضية العربية لمناقشة الوثيقة التي سيتم تسليمها قبل صدور التقير النهائي في ختام أعمال القمة وتمحورت المباحثات بشكل أساسي حول نقاط الخلاف العالقة بعد تسليم المفاوضين الدوليين وثيقة أولى إلى رسالة المؤتمر تتضمن نقاطا تتعلق بمساعدة الدول النامية وتمويلها لمواجهة تحديات التغيرات المناخية مع اقتراب نهاية أعمال المؤتمر العالمي للمناخ بباريس يواصل الوفد البحريني خوض مشاورات ماراثونية مع الأطراف الدولية وفي هذا السياق أجري اجتماعا في إطار المجموعة التفاوضية العربية هدفه تقريب وجهة النظر قبل صدور التقرير النهائي وناقشت خلاله البحرين مسألة الحد من الأضرار البيئية التي تلحق بها وبالمنطقة العربية طبعا اليوم تم اجتماع وزراء البيئة العرب لمناقشة الوضع المؤتمر وين وصل فريق التفاوض العربي في النقاش بخصوص الاتفاقية الإطارية الجديدة اللي المفروض تطلع من بعد هذا المؤتمر في باريس وشرح الفريق التفاوضي شنو الانجازات اللي قام فيها وشنو الدور اللي قام فيه المجموعة العربية كما ترى الحمد لله موقف موحد وعندنا موقف واضح الموقف العربي تم اشماله في النصوص التي تم التفاوض عليها إلى بالأمس كان النص العربي موجود في النصوص التي تم التفاوض عليها اليوم سوف يصدر نص جديد من الرئاسة وسوف نتعامل مع النص الجديد بناء على الموقف العربي ودعت البعثة البحرينية إلى بلورة حلول ملموسة لخطر ارتفاع منسوب سطح البحر الذي يهدد سواحل البلاد كما اعربت عن حرصها ككل الدول النفطية على ضمان مصالحها فيما يتعلق بالصادرات النفطية مقابل اسرار البلدان المتقدمة على اتفاق دولي يهدف إلى تحديد سقف للاحتباس الحراري لا يتجاوز درجة مئوية ونصف اليوم الدول النفطية عندها حرص أن ما يكون فيه أي التزام خصوصا على موضوع البترول الدول الآن المتقدمة تسعى أن تحط نوع من التاكس على تصدير البترول فكل هذه المخاوف تمنق أشهر اليوم في اجتماع الجامعة الدول العربية وقد تمسك الوفد البحريني في هذا الاجتماع بضرورة انخيرات الدول المتقدمة باعتبارها أكثر البلدان تلويثا في دعم الدول النامية لمواجهة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية بتقديم الدعم المادي ونقل المعارف والخبرات وتمكين هذه الدول من المعدات والوسائل تكنولوجية المناسبة البحرين جاءت إلى مؤتمر المناخ لتضم صوتها إلى أصوات الدول الجزرية وتوجه المسئولية إلى الدول المتقدمة عن تغير المناخ ولصياغة موقفها الرسمي تحتمد على عدة التكتلات كمجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية ومجموعة السبع وسبعين وذلك بما لا يتعارض مع التنمية الوطنية للدولة وسيم الدالي لتلفزيون البحرين باريسا